أشعل تصريح لوزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي توعد فيه بفرض عقوبات تصل إلى السجن من أجل ضبط محتويات تيك توك ويوتيوب جدلا واسع على مواقع التواصل ناشطنا يد القرار وقال إنه يدعم تنظيم هذا القطاع وبين رافض يرى في ذلك اعتداء على حرية التعبير وقال وزير العدل إنه لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب معتبر أنه اعتداء على حياة الأفراد